مرحبا بكم يا أصدقاء كيف حالكم؟ اليوم سيظهر حوار الأسد والبغبغاء أنا أتطلع جدا لمعرفة ما هو الحوار الجميل الذي سيدور بينهما لذا ما رأيكم في الانطلاق مباشرة في حكايتنا؟ يبدو أننا متشابهان فأنت جناحك مصاب ولا تستطيع الطيران وأنا قدمي مصابة ولا أستطيع الجري وأجاب البغبغاء صحيح إصابتنا وألمنا متشابهان في البداية خفت منك ولكن الآن لا أخاف وأريد أن أصبح مكربا معك اليوم سنرسم الأرض العشبية وأولا سنرسم العشب في المقدمة وبعدها نرسم الحضبة ترجمة نانسي قنقر ونرسم السحاب باللون الأبيض ثم نرسم الشمس في شكل الفغير ثم نرسم الشمس في شكل الفغير ونلون العشب أولا ثم نرسم الشمس في شكل الفغير ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ثم نلون السماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قبل قليل لم تكن السحب ظاهرة ولكنها الآن ظاهرة بشكل جميل جدا يا أعزائي لتلونوا بالألوان التي تعجبكم وهكذا اكتمل كل شيء اليوم رسمنا الأرض العشبية الواسعة ولتحاولوا رسم عدد من الحيوانات الموجودة في هذه الأرض ولتلونوا بألوان متنوعة وانتظروني حتى المرة القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر